من كان في زمانه ومن يأتي بعد زمانه إلى قيام الساعة فقال في الحديث الصحيح إنكم ستفتحون مصر نعم إنكم ستفتحون بلداً يسمى فيه القيراط فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحمة فإن لهم ذمة وصحرة نعم خليني أستاذ ملهم نقف مع بعض في المسألة دي أي تعال كده من البداية بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله الخليل إبراهيم عليه السلام آتى إلى مصر نعم ترك بلده بعد مسألة المحرقة حركوه وانصروا آليتكم إن كنتم فاعلي نعم كنا يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين نعم ونجيناه ولوطاً إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين إيه هي بها الأرض اللي ربنا سبحانه وتعالى باركها للعالمين باتفاقي أهل العلم من أقوال المفسرين أن هذه الأرض هي أرض الشام وأرض مصر نعم ولذلك جاء الخليل إبراهيم عليه السلام إلى مصر مع زوجي الأولى صارة عليه السلام وأقام في مصر عاماً ونصف العام ثمانية عشر شهران ومن مصر أخذ معه السيدة هاجر وتزوجها وذاب بها إلى مدينة الخليل وأقام الخليل إبراهيم في مدينة الخليل في فلسطين وسميت مدينة الخليل على اسم الخليل إبراهيم عليه السلام وأنجب هناك ولده إسماعيل وهنالك دبت الغيرة بين قلب السيدة صارة زوجه الأولى وبين السيدة هاجر وكانت مسكينة نعم فأمره الله سبحانه وتعالى أن يحمل هاجر وولدها إسماعيل إلى هذا المكان ربنا إني أسكنت من ذريتي يواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم ورزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون وهناك سبحان الله قبر إسماعيل عليه السلام وكان ما كان من ماء زمزم وهناك بسم الله ما شاء الله قبر إسماعيل أصبح شابا وتزوج زوجتها الأولى فتاة جرهمية من بني جرهم بني جرهم يا أستاذ مولهم هذه قبيلة عربية أصيلة نعم تزوج منهم فتاة ولكنه لم ينجب منها ولم يطل المقام به معها بعدما مر أبوه إبراهيم عليه السلام عليه نظر إليها فلم يعجبه حالها فترك معها رسالة أن يغير عتبة بيته نعم ويولده السجابة لنصيحة أبيه وفعلا غير عتبة البيت من هي عتبة البيت الثانية؟ اختارتها أمه هاجر فتاة مصرية من نفس بلدتها فتاة مصرية من نفس بلدتها من محافظة المينيا نعم هذه هي زوج إسماعيل الثانية أنجبت لإسماعيل سبعة من الأولاد الذكور الله سبعة في عين العدو كما يقولون من بين هؤلاء السبعة ولده عدنان وعدنان هو الجد العشون للنبي محمد صلى الله عليه وسلم إذن المصاهرة والرحم أولا المصاهرة المصاهرة من حيث ماريا القبطي تماما وولدها إبراهيم بن محمد عليه السلام والرحم من حيث زوجه إبراهيم وهي السيدة هاجر كانت مصرية وزوجه إسماعيل الثانية وهي أم عدنان كانت مصرية نعم فالمصريون هم أخواله العرب لا محتاجين نوضح ونعرف القيم المكانية لمصر بس سؤاله عايز رديه واضح هو اللي احنا بنقوله ده احنا بنوداهن بيه حد في ماذا هذا قرآن نعم هذا تفسير للآيات ومحتاجين نعرفه طبعا احنا أساسا لم نكمل احنا فقط تحدثنا عن ثلاث آيات وتكلمنا عن الآية الأولى فقط اللي هي بورود ذكر مصر صراحة نعم الآية الأولى وتحدثنا وقال الذي اشتراه من مصر لمرأته أكريمي مثوى وقال دخلوا مصر إن شاء الله وأمينين بالضبط بقي لنا الموضع الرابع في اللقاء القادم بإذن الله انقدر الله لنا اللقاء والبقاء إن شاء الله ولكن حختم مع أستاذنا بوصية سيدنا النبي الوصية النبوية اللي زكرها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح إنكم ستفتحون مصر فإذا فتحتموها فاستوسوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة صحيح الجامع وخلاصة حكم المحدث الصحيح وفي رواية استوسوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة وصهرة الرحم من أمنا هاجر من محافظة البنية تحديدا وأنجبت نبي الله إسماعيل وإليه ينسب العرب المصاهرة من السيدة مارية الكبتية التي أنجبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولده إبراهيم وهي من المينيا أيضا وهي من المينيا إذن هي وصية نبوية من السيد المختار الذي لا ينطق عن الهو طيب الأمر الثاني أستاذنا حضرات لفت الأنظار إلى أمر مهم جدا إن الأمن والأمان في القرآن الكريم ورد في ثلاث مواضيع محتاجين نفهم يا أحبابي أول وضعي حضرات قلتونا في الجنة الأمن والأمان في الجنة ثم الأمن والأمان في بيت الله الحرام في الكعبة المشرفة الشاهدون الأمن والأمان ذكره الله تبارك وتعالى على لسان نبي الله يوسف عليه السلام فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال دخلوا مصر إن شاء الله أمنين حضراتك لفت الأنظار وبنكرر هذا كلام لأهميته حضراتك لفت الأنظار وقلت لنا إن ننتبه ونتأمل جيدا بين هاتين الآيتين الكريمتين في سورة الفتح وفي سورة يوسف في سورة الفتح قطع الله تبارك وتعالى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وعدا ووعد الله واجب أن نفاد لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين وقال عن مصر ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين حضراتك قلت إيه هكذا تحدث الكرآن عن مكة وهكذا تحدث الكرآن عن مصر قال عن مكة لا تدخلن قال عن مصر ادخلوا قال عن مكة لا تدخلن المسجد الحرام وقال عن مصر ادخلوا مصر وحضراتك قلت كده ممنوع من الصرف مكة ومصر جميل علق الله أمان مكة على مشيئته فقال إن شاء الله وبنفس المشيئة علق الله عليها أمان مصر فقال ادخلوا مصر إن شاء الله ادخلوا مصر إن شاء الله قال عن مكة آمنين وقال عن مصر آمنين فمحتاجين نفهم أحبابي هذا الكلام من خلال الكرآن الكرآن وما نقول دائما إذا أردنا العزة والكرامة والشرف والسؤدد كما يقول دائما الدكتور عصام علينا بالعودة إلى القرآن الكريم ففيه كل النجاح والنجاح بإذن الله رب العالمين بنتكلم عن مصر القيمة والقامة من خلال الكرآن بس محتاجين الدكتور اللافت أنظرنا إلى بعض الأمور في مصر بعض الأماكن ولكن محتاجين نفهم أكتر وأكتر ونتعرف على ذلك في اللقاء القادم انقدر الله لنا اللقاء والبقاء